كاميرا اللي بداع في مصر كانت موجودة في احتفالات الأبرأ المصرية بالذكرى الواحد وخمسين لانتصارات أكتوبر قابلنا الدكتور الراجي المقدم مايسترو أركسترا تميت المواهب واللي قال لنا إن دي أول مرة دار الأبرأ المصرية تقدم أركسترا أطفال في حفلة بمناسبة 6 أكتوبر وكمان كلمنا عن شكل الموسيقى تعالوا نشوف قال لنا إيه كمان والله الحمد لله وأنا يعني لي خبرة شوية في مكان الأطفال أنا من ساعة من تخرجت من كلية يعني ممكن مثلا نقول 18 أو 20 سنة شوية شغل مع الأطفال قبل ما يجي هنا في الأبرأ اتفاتح فصل الأوركسترا لأطفال دوت من حوالي تقريبا داخلين على سنتين وكنت أجبت في أطفال بقى من الأبرأ وكنت فاتح اختبارات لأي طفل على مستوى مصر كلها لني شاركني فيه معايا ناس من إسكندرية وناس من طنطة وناس من القاهرة وناس من الجيزة وناس من برصعيد حاولت أعمل يعني أعمل معهم اللي أنا كان نفسي أتعامل معي وأنا صغير يعني الحمد لله كانت ربيت الحمد لله على عيد مدرسين كويسين بس ما كانش عندهم الفرصة ولا الدافعية إن هم يعملوا حاجة كبيرة فأنا حاولت أكمل الرسالة بتاعتهم وكنت حابب أوي حت شغل الأطفال فحبيت الموضوع وهنا الأوبرا رشحوني إن أنا أجي أمسك أوركسترا أخد بالك ده أول أوركسترا أطفالي تعمل في درق الأوبرا مصرية وهنا أنا سعيد جدا إن دي أول حفلة لستة أكتوبر يكون فيها شق موسيقي موسيقى آلية وده حصل معي الحمد لله من أطفال كل احتفالات دايما مركز تنمية المواهب كانت دايما عبارة عن احتفالات قرال وده طبيعي أغاني النصر كلها والاحتفالات كلها قرالية حماسية فيها بتعبر عن قصة كفاح يما بتعبر عن فرحة النصر وهكذا إحنا بقى السنة دي لما هما لقوا الحمد لله الولاد معايا والمستوى الحمد لله كويس فجاء دكتور سامح قال لي لا أنت إن شاء الله تبقى معانا السنة دي فأنا فرحتي جدا إن تبقى أول مرة احتفالات أكتوبر يكون فيها موسيقى فطبعا قلت طبعا أحسن حاجة هي تترات بقى المسلسلات اللي هي الملاحم الوطنية عمر الشريعي رفط الهجان تتر بداية والنهاية عمر الشريعي برضو ودموع في عين وقحة عمر خيرت زي ما هي حبها فيها حاجة حلوة وتفاجئت جدا من الناس بتغني معانا الحمد لله وفيه استجابة جميلة طبعا كان في الأول عملنا افتتحنا بالسلام الوطني وعملنا بقى مدلي جميل كده نفكر فيه الولاد بأغاني اللي احنا تربينا عليها عاشت بلادنا ويأغلى اسم في الوجود والله إحنا مش قولك حاجة من تدريب إحنا ما بمبطلش تدريب التدريب ده اساسي عندنا احنا كل واحد بحاول بقدر الامكان استغل الطاقات بعد كل ولد افرض ان انت في جزء انت ساكت فيه طب ما نبسك حاجة تانية والولد ما شاء الله بيبقى متجاوب يعني بحيث ان انت بقدر الامكان انت بتشغال وانت عارفة لأطفال طاقة والطفل طول ما انت بتستغل الطاقة بتاعته وتوجهها صح بتوصل للي انت عايزه وده حصل معنا الحمد لله والأحسن من الكلام ده بقى بصراحة لأنا بسوط منه برضو الوركستر